جبهة براط العنان لا تختلف عن الجبهات الأخرى المفتوحة في وجه العصابات الحوثية هكذا تبدو المعادلة العسكرية فيها تشتعل الاشتباكات ولا تتوقف إلا عندما تصل إلى ما رسمت إليه في الخطة العسكرية ويبدو أن نتائج المعادلة تميل أكثر لصالح اللواء الأول حرص حدود الذي يقوده العميد هيك الحنتف هذه الجبهة يعرفونها الحوثيون كثيراً كونها توقض مضاجعهم كانت لهم كرات عدة لاستعادة مواقع سقطت من أيديهم في الأيام الماضية لكن جميعها باتت بالفجل وزادت من خسائرهم فالعملية المباغتة التي شنها أبطال اللواء اليوم انطلاقت من مواقع متفرقة بجبهة توانا احتدمت لوقت أطول استطاع أفراد القوات الحكومية من السيطرة على عدة مواقع كانت تتمركز فيها العناصر الحوثية بفضل الله سبحانه وتعالى تم دحر العدو من هذه الجبهة ومن هذه المواقع ونحن أيضاً في طريقنا مستمرون وثابتون وصامدون بهمم كما قلنا هؤلاء الشباب الأبطال صامدون في هذه المتارس بإذن الله سبحانه وتعالى منطلقون إلى تحرير آخر شبر تحرير هذا الوطن شبراً شبراً خالصة المعارك المشتعلة إلى دحر المليشيات من مواقعها وتكبيدها 14 قتيلاً وعشرات الجرحة مع إعطاب آليات قتالية كما شارك في المعارك الدائرة لواء الحسم الذي استهدفت مدفعيته مواقع وتعزيزات للحوثيين في المنطقة عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم محافظة الجوف